يشهد رئيس عبد الفتاح السيسي السبت انطلاق فعليات نسخة ثامنة من المؤتمر الوطني الدوري للشباب والذي تقام فعلياته لمدة يوم واحد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرة في القاهرة الجديدة وانعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب وتتضمن أجندة المؤتمر ثلاث جلسات أبرزها جلسة اسأل الرئيس بالإضافة إلى جلستين آخرين الأولى خاصة بتقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا واستعراض تطور الإرهاب في المنطقة والأخيرة خاصة بتأثير نشر الأكاديب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع وستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دورة سوشيال ميديا لتزييف الوعي بطرق حديثة وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي لتحليل أوفة ينضم إلينا في الستوديو الدكتور أيمن سمير خبير الشؤون الدولية أهلا وسهلا بك أهلا بكل السادة المشاهدين تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر الشباب من القاهرة من التجمع الخامس ولكن هو السؤال أبرز المحاور في هذه الدورة بالإضافة للشق الذي ذكره الخبر هي حرب الجيل الرابع يعني كيف يمكن أو من خبرة حضرتك الدولية كيف تصدت كبرى الدول أو التي سبقتنا في هذا المجال لتزييف الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة كيف استعادت مقاليد الدولة دون أن تمس هذه الشائعات الكاذبة بأفكار وآراء الشباب يعني أولا بالتأكيد مؤتمر الشباب في نسخته التمنى بينحو منح مختلف مؤتمر الشباب لما بدأ في النسخة الأولى أو النسخة التانية ربما كان فقط بيخاطب الشباب لكن يمكن من النسخة الرابعة والخمسة والستة والسبعة وإحنا بصدد النسخة التمنى التي تبدأ غدا السبب بدأ يخاطب كل شرائح المجتمع وبدأ يكون فيه قضايا تهم كل المجتمع بل بالعكس رسال مؤتمر الشباب أحيانا كان فيها رسال للخارج أيضا يعني ليس فقط للمجتمع المصري في الداخل حتى رسال للإقليم في المنطقة العربية رسال دولية من هذا المنطلق هناك أهمية كبيرة لمؤتمرات الشباب أنا في اعتقادي هذا النسخة التمنى فيها ثلاث قضايا زيما قال الخبر القضية الأولى تتعلق أو تدور حول برنامج اسأل الرئيس وفي الحقيقة برنامج اسأل الرئيس خلال الفترة الماضية شهد آلاف الأسئلة التي وجهت للدولة المصرية الرئيس بيجيب على العدد محدود جدا طبقا لوقت البرنامج لكن كل الأسئلة التي توجه لهذا البرنامج يتم الإجابة عليها يمكن الناس فهمه أنه بيتجاوب على العدد المحدود 10, 12, 13, 15 سؤال في الجلسة وخلاص لا حتى اللي بيسأل سؤاله وميطرحش في البرنامج اسأل الرئيس بيتم الإجابة عليه هذا البرنامج على فتاعتها مهم جدا لأنه وسيل التفاعل وسيل التواصل ما بين القيادة السياسية والشعب المصري من خلال هذا البرنامج بتطرح مبادرات يعني مبادرات تتعلق بالصحة تتعلق بأشياء الداخلي حتى مبادرات دولية بيكون فرصة أن حتى مصر تعبر عن مواقفها فيما يتعلق بقضايا دولية احنا شاهدنا في النسخة السابعة مثلا الرئيس يعني وجه وفي اعتقاد كان الكلام ده مهم جدا أن منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية ليست في حاجة إلى حروب ونحن معتجل التهدئة وتهدئة التوترات أنا في اعتقاد بعد هذه الجلسة المنطقة بالكامل أخذت منح الهدوء ومنح البعد عن التوتر المنح الثاني هو الإرهاب موضوع الإرهاب موضوع الإرهاب هو غدا هتناولوا الإرهاب من منطلقين منطلق المحلي ومنطلق الإقليمي والدولي فيه إشكالية في الوقت الحالي فيه ناس بتقول إرهاب خلص ما فيش إرهاب تاني في العالم وفيه إشكالية ونس تاني بيقول لا الإرهاب بيزيد أنا في اعتقاد الدولة المصرية من 2013 وحتى الآن استطاعت أن تقدم رؤية متكاملة لمحاربة الإرهاب تبدأ بضحض الفكرة الخاطئة لأن الإرهاب قبل أن يحمل بندقية أو قنبلة هو يحمل فكرة خاطئة الدولة اشتغلت على هذا المصر بشكل كويس جدا الفكرة الثانية قضية التمويل للإرهاب ومصر بتقول ما فيش إرهاب بدون تمويل وبالتالي قطع التمويلات عن الجماعات المتطرفة والإرهابية أيضا يساهم في منع الإرهابين الفكرة الثالثة فكرة التعاون العابر للحدود لأن مصر بتقول الإرهاب عابر للحدود وبالتالي التعاون بين الدول أيضا يجب أن يكون عابرا للحدود الحاجة لمصر أكدتها أكثر من مرة إن الإرهاب أو الجماعات الإرهابية قد تكون فقدت سيطرتها المكانية لكن حرب الأفكار ربما العالم نجح في معركة الانتصار على الجماعات الإرهابية من ناحية العسكرية لكنه لم ينتصر في معركة الأفكار وده يودنا للمحور التالت حرب الجيل الرابع حرب الجيل الرابع وتزييف الوعي ونشر الأكاذيب بالمناسبة فيه فرق كبير جدا بين الخبر اللي ينشر في الصحيفة أو في التلفزيون وبين الخبر اللي ينشر على السوشيال ميديا الخبر اللي في الصحيفة بيجيب المحرر بيعد على رئيس القسم بيعد على مدير التحرير على رئيس التحرير هذا الخبر بيتم مراجعته فيه حاجة في الإعلام وفي الصحافة اسمها مصادر الأخبار ما ينفعش صحيفة تنشر الخبر بدون مصادر كل هذه المعايير غير موجودة في السوشيال ميديا وبالتالي فكة التصديق أو القبول أو الكريدابوليتة أو المصداقية الخاصة بالأخبار الموجودة على السوشيال ميديا أنا في اعتقادي تظل معدومة إلى أن يتم إثبتها ترجمة نانسي قنقر